تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه توجى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وبحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة وسمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة فارس فريق الفرسان خليفة مبارك سبت بطلا لكأس جلالة الملك المفدى لفرسان الناشئين والشباب لمسافة 120 كيلو متر وذلك ضمن مهرجان جلالة الملك المفدى للقدرة بدعم من مجموعة جي اف اتش المالية في قرية البحرين الدولية للقدرة حيث مثل مجموعة جي اف اتش المالية في التتويج كل من فاطمة فتح الله مدير العلاقات المؤسسية وحسن غلوم مدير الخزانة في المجموعة كما توج سمو فارس فريق الفرسان خليفة جمال السندي بالمركز الثاني فيما حازت المركز الثالث الفارس حصى لمشاري من فريق فكتوريوس وبهذه المناسبة اعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن خالص التهاني والتبركات الى سمو الشيخ نورة بن حمد بن عيسى الخليفة بمناسبة فوز فريق الفرسان بالمركزين الاول والثاني في السباق الذي شهده اثارة وندية بين كافة المشاركين حيث استطاع فريق الفرسان من الفوز بكل جدارة واستحقاق مؤكدا سمو ان هذا الفوز ثمرت دعم والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ نورة بن حمد بن عيسى الخليفة واوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان الانجاز الذي حققه فريق الفرسان يأتي امتداد لسلسلة من الانجازات التي حققها الفريق في المشاركات السابقة لكن هذا الفوز له طعم خاص لدى الجميع خصوصا ان المهرجان يحمل اسم سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعه واشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمستويات المتميزة التي شهدها سباق النشئين والشباب حيث اشار سموه الى ان السباق كان حافلا بالندية والاثارة منذ المرحلة الاولى حتى الاخيرة مهني ان سموه الفرسان الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى من جانبها اعربت سمو الشيخ نورة بن حمد بن عيسى الخليفة عن فخرها واعتزازها بفوز فريق الفرسان بالمركزين الاول والثاني لكأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعه للناشئين والشباب للقدرة وقالت سمو الشيخ نورة بن حمد الخليفة ان فريق الفرسان يفتخر ويعتز بالحصول على المركزين الاول والثاني لكأس سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه للناشئين والشباب حيث كان لنا الشرف بالحصول على هذا الانجاز الكبير حيث ان المهرجان يحمل اسم فارس المملكة الاول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وعربت سمو الشيخ نورة بن حمد بن عيسى الخليفة عن تقديرها للمتابعة المستمرة والجهود البارزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في رياضة القدرة التي كان وما زال لها وجود قوي في كافة المشاركات واكدت سموها ان فوز الفريق يعطي الحافزة لمواصلة التألق في المشاركات القادمة وتشهد قرية القدرة السبت اقامة سباق حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمسافة 100 كم الدولي حيث ستكون الانطلاق عند السابع صباحا في قرية البحرين الدولية للقدرة ترجمة نانسي قنقر